اشتركوا في القناة وضاء سود غمدا من نومهم ليتمكن عدي زهران من تحقيق هدف التعادل قبل نهاية الحصة الاولى من علامة الجزاء وفي الشوط الثاني تكفل اللاعب محمد العلونة باحراز الهدف الثاني وهدف الفوز لشباب الاردن ويحقق ثلاثة نقاط ثمينة اعادته الى سكة الانتصارات من جديد ثاني مواجهة هذا اليوم جمعت الفيصلي مع الصريح على ملعب الامير حسن في ايربيد الشوط الاول انتهى ابيض النتيجة حيث لم ينجح اي من الفريقين بهز شباك الاخر وفي الشوط الثاني افتتح المحترف ايمانويل النتيجة باحراز هدف السبق لصالح الصريح في الدقيقة الثالثة والخمسين ولم تمضي سوى دقيقة واحدة حتى عدل مهند المحارم النتيجة باحرازه الهدف الاول لصالح النسر الازرق الا ان الصريح واصل ضغطه لاحراز هدف التقدم من جديد وكان له ما اراد عبر نفس اللاعب ايمانويل وبطريقة اكثر من رائعة ويمنح فريقه الفوز بالنقاط الثلاث